اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وما انلاحت جبال جرجرة ومديرة الجزائر البيضاء حتى غمرت الكاتب فرحة عارمة وتأثر لرؤيتها وهو يشير اليها معتزا ومفتخرا ومتذكرا ما قام به ابناء وطنه من تضحيات جسام جعلت الكاتب لا يفكر في غير وطنه بديلا استعمل السيغة لذا اننا نتماسك بيننا ولا نترك فجوة يتسلل من خلالها الغوزات ونضحي في سبيل حريتنا فلا نكترث بالبؤس والشقاء ولذا لا ارضى عن ايغلنزمان وغيرها من قرى بلادي بديلا استعمل لذا في جمل مفيدة من انشائك طيب اطمع في الجنة لذا احب الله وارضيه الله اكبر جملة رائعة اطمع في الجنة لذا احب الله تعالى وارضيه اساعد اصدقائي لذا انا محبوب عندهم احب السفر كثيرا لذا اتعلم اللغات اكمل الشطر الناقس من كل جملة بما يناسب المعنى مستعملا لذا يحب الجزائريون ارضهم لذا بذلوا لذا بذلوا النفس والنفيس دفاعا عنها طيب عملنا بجد واخلاص من اجل رفعة الوطن لذا كانت راية هذا الوطن عالية طيب ركزت الجزائر على تعليم ابنائها بعد الاستقلال لذا جعلت التعليم مجانيا حاول الفرنسيون نهب خيرات بلادنا لذا اممت الجزائر ثرواتها حارب الجزائريون الاحتلال الفرنسي لذا كان النصر حليفهم انتت شفاويا فشل الاحتلال الفرنسي في تفريقنا وظل المجتمع الجزائري متماسكا رغم كل الظروف القاهرة التي مر بها وها نحن اليوم ننعم بالحرية والوحدة الوطنية ونفتخر بحب الجزائر بين ونفتخر بحب الجزائر بين موقفك من هذا الكلام مدعما رأيك بالعجج والبراهين لتقنع زملائك بافكارك يمكن ان تستعين بميالي ما يزيد عن القرن من الاحتلال الفرنسي محاولة طمس الهوية الجزائرية المدارس الفرنسية بالجزائر الكتاتيب تعدد اللهجات ومحاولة زرع الفتن شمولية الثورة الجزائرية حب الجزائريين لبعضهم البعض طيب عندي فقرة جاهزة نقراوها انتت شفاويا فشل الاحتلال الفرنسي في تفريقنا وظل المجتمع الجزائري متماسكا رغم كل الظروف القاهرة التي مر بها وها نحن اليوم ننعم بالحرية والوحدة الوطنية ونفخر بحب الجزائر وهذه حقيقة نلمسها في الواقع فقد مكثت فرنسا ما يزيد عن القرن من الاحتلال في الجزائر ولم تفلح في البقاء رغم كل محاولات طمس الهوية الجزائرية والتي منها فتح المدارس الفرنسية لتعليم اللغات الفرنسية ونشر الديانة المسيحية كما قامت بغلق الكتاتيب لأنها تعلم اللغة العربية لأنها تعلم اللغة العربية والإسلام كما حاولت استغلال تعدد اللهجات لزرع الفتنة والتفريق بين الجزائريين ولكن شمولية الثورة وحدتهم بالإضافة إلى حب الجزائريين لبعضهم البعض وتعاونهم جعل كل محاولة فرنسا تنتهي بالفشل بارك الله فيكم في الأخير لا تبخلوا علينا بإعجاب وجامل الفيديو كذلك الاشتراك في القناة أسأل الله عز وجل التوفيق لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ربي وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر